اشتركوا في القناة وصغير كان حاجة جميلة جدا جدا بصراح الحاجة الثانية الاعتكاف كان مع دكتور حازم والحمد لله ربنا اكرمنا فيه لاني تحول الى اعتكاف قرآني كنا بنقرأ قرآن بالنهار ونصلي بيه بالليل ونسمع تفسيره فكان حاجة كويسة فهنا انطلقت في حاجة معينة قلت اني فعلا لازم القرار الواحد ياخده الا وهو الحرص على القرآن حرص على القرآن من الورد ان الواحد زود الورد بتاعه لاني بدأت اشوف ناس في الاعتكاف ناس عادية شاب صغير بياخد خمس اجزاء في اليوم وكان فيه عشر اجزاء وكان فيه معانا خمساشر جزء في اليوم فطبعا لازم القرار الواحد يرفع من الورد بتاعه يرفع من كفاءة الحفظ بتاعته اما شاف الناس قد ايه ما شاء الله مهتمية بالقرآن وبتسمع كده من صدرها كان حاجة جميلة جدا جدا فالاني اطلعت بيه والقرار اللي اخدته القرآن ثم القرآن ثم القرآن يعني يمكن من اجمل الحاجات اللي اسمعتها في الاستعداد قبل رمضان الاية اللي في صورة البقرة ربنا سبحانه الله بيقول يا ايها الذين امانوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ففكرة اللي كان بيكلم سعادة كان بيقول ان الصيام بيجيب تقوى فعايز تعرف الطاعة قبلت منك بعد رمضان ولا اقا شوف الصيام دوا او راسك تقوى بعد رمضان ولا اقا ففكرة ان رمضان غير فيك ايه يعني فضل الله يعني ربنا منع علينا بنعم كتير جدا في رمضان ومن صيام وقيام وتلوت قرآن ان شاء الله نويت ان شاء الله بعد رمضان باذن الله ان انا اكتهت جدا في حفظ القرآن باذن الله وان انا اكتهت جدا فيه فهم القرآن وفهم معانيه وان انا اتدبر فيه باذن الله انا دخلت رمضان بنيتين نية التربية ونية الاختبار نية التربية ان انا هقعد شهري كامل اللي اختبرت نفسي فيه هعمله اختبرت نفسي في الصيام قمت شهري كامل اختبرت نفسي في القيام قمت شهري كامل اختبرت نفسي في وجوده في وسط الإخوة الحمد لله بفضل الله علي تم الحمد لله التربية بقى أن أنا فضلت شهري كامل على كده فبعد الاختبار والتربية كان فيه قرارات أنا خدتها وبقيت حج علي يعني يا هامل يا مش هامل يا حد فاصل ورد القرآن وصلاة القيام والصوم 52 مشاهدين الكرام عودنا اليكم بعد هذا الفاصل وبعد هذا التقرير مع القرارات الفعلية للشباب بعد رمضان ونشوف رأي الدكتور حازم في رأي الشباب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني طبعا موضوع يعني أن يبقى فيه خطوط حمرة في حياتك بعد رمضان فكرة جميلة جدا وفكرة قيمة جدا فكرة جدوى للخطوط الحمرة جدوى للخطوط الحمرة ده موجود في القرآن في سورة الإسراء بعد قول الله سبحانه وتعالى ولولا أنثبتناك لقد كدت تركا لولا أنثبتناك فربنا بعدها إدانا رشدة الثبات للعايز حزام أمان بعد رمضان ربنا سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس اللي هو صلاة الظهر إلى غصق الليل وقرآن الفجر يبقى ديت الفروض الخمسة يبقى تكبرت الأحرام وبالنسبة للأخوات الفضلات الصلاة على الأول وقتها ومن الليل فتهجت به نافلة لك يبقى قيام الليل نص ساعة بعد العيشة نص ساعة قبل الفجر إنما لازم يكون في حد أدنى ما نقلش عنه أبدا رقم ثلاثة وقل رب أدخلني يموت خلا صدق أنه أخرجني مخرى صدق يبقى الدعاء الدعاء يعني الدعاء أكتر أوقات إجابة الدعاء مع الصيام يبقى نحافظ على الصيام اتنين وخميس وندعي مع الفطار يبقى الدعاء والصيام اتنين وخميس أو صيام حتى اتنين أو خميس يوم في الأسبوع رقم خمسة بعد تكبيرت الإحرام وبعد قيام الليل وبعد الدعاء وبعد الصيام رقم خمسة وقل جاء الحق وظهق الباطل يبدأ إيه الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله من أسباب السبب طبعا طبعا أنا لما أدعو غيري إلى الله أنا بسببت وبرصخ في هذا الطريق يبقى ولو إنه يبقى ليكي واحدة بس الكلمة عن ربنا واحد بس تدعو إلى الله بعد كده وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يبقى ورد القرآن ولو ربع في اليوم ولو صفحة في اليوم ولكن بخشوعة وخضوع لله سبحانه وتعالى فطبعا جميل أوي إن كل واحد يخرج بحاجة عمليه من رمضان كما قال تعالى الذين يستمعون القولة في يتبعون أحسن يستمعون فيتبعون مش يستمعون فيستمتعون يعني إحنا بعد رمضان إيه القرار اللي كل واحدة منكم وكل واحد منكم خرج به بعد رمضان لازم تحدد الوقتي عبادة هتخرجت بها من رمضان واتفضلت عهد ربنا عليها طول السنة صيام قيام قرآن زائد مسألة الخط الأحمر طبعا اللي ما نقلش عنه بإذن الله حقا دقائنا بتخطي الشباب بعد رمضان في مسألة الثبات على الطاعة وقوعها تمرده بعد رمضان آه طبعا يعني هي مسألة يعني أنت خارج من رمضان سخن اوعى ضايحة شحنة دي لأنك ضايحة هتبقى عايز ريستارت تاني يبقى في عشرز الحجة برضو عطبرد يبقى اوعى تبرد بعد رمضان اوعى تبرد يعني ايه عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتباعه بعده على طول ثم أتباعه ستا من شوال طب ايه القصة كان ما صامت دهر ايه القصة القصة أنك انت ما تبردش في العبادة بعد رمضان يبقى إذن لازم يعني بعد رمضان على طول تبدأ في ختمة جديدة أو تكمل الختمة اللي انت لسه مرحيتش تخلصها في رمضان بعد رمضان تدخل في قيام الليل على طول لازم بعد رمضان تدخل في طاعة عشان يعني من علامات اللي بيقولك أنا أعرف منين ربنا أقبلني في رمضان ولا لا من علامات الطاعة فتح الطاعة بعدها الطاعة عاملة زي الحبل أشد طرف يجي اللي بعده أشد حتة تيجي اللي بعدها فمن علامات قبول الله للطاعة أنه ربنا يفتح لك عبادة تانية بعد رمضان يبقى دي من علامات قبول الله سبحانه وتعالى للطاعة شيخ حزم الشباب يقولوا سبحان الله ان العبادة في رمضان وكان لها بركة بركة الشهر وكأن بركة هذا الشهر تمتزع بعد شهر رمضان بنحس ان احنا مش قادرين نكمل عزمتنا بتفتر غصبنا عننا حتى لما بيجي نحاول نكمل بتتعثر في نص ايه رأيك يعني سؤال جميل جدا رمضان يقلن له بركة بس رمضان يدنا حت الدرس رمضان اثبت ان انت تقدر رمضان كنا بنعتكف وبنختم القرآن وبنصلي التهجد والتراويح وبنصوم وبنروح شغلنا وكل حاجة في دنا ودنيتنا ماشية رمضان اثبت انك تقدر تصوم 30 يوم متواصل ونفس 30 يوم قيام متواصل ونفس 30 يوم ختمات قرآن وتلوية قرآن متواصل حتى تقلع عن المعاصر حتى شباب اللي بدخانوا ممكن في رمضان طول الشر ما يدخنش بيترك المعاصر وبيبعد عن المعاصر فرمضان اثبت انك تقدر تسيب معاصر كتير قوي وتقدر تسيب حاجات كتير قوي متهيألك انك ما تقدرش تسيبها رمضان اثبت انك انت تقدر تعمل حاجات كتير قوي انت معتقد انك ما تقدرش تعملها وذي مشكلة الشيطان مع الإنسان انه دايما ماسك ودنه مش هتقدر مش هتقدر لا تقدر هتقدر تعمل كل ما لا تتخيله شأن كده النقطة اللي كنا بنكلم فيها اوعى تبرد بعد رمضان اوعى تبردي بعد رمضان اوعى تسيب نفسك تبرد ادخل اخرج على طول على برنامج عمل الى الاحباط بعد رمضان المشكلة الاولى اول معصية بعد رمضان اول زنب بعد رمضان اول مواجهة لابليس بعد رمضان فيقوم ابليس يجيب الشاب مسلا لمس كتاب في معصية معينة شيء طبيعي انك كنت في بيئة ايمان وخرجت من رمضان للوقع تاني انك تقع اه انا وحش انا ضايع الشيطان اقوى مني انا يقوم يحبطوا يا جماعة حاجة طبيعية يا اخوانا شيء طبيعي ان الانسان يعصي بعد طاعة كثير من الناس يقول لك انا انا بقع في معصية بعد الطاعة ليه يعني اول حاجة لانه شيء طبيعي انك كنت مش هتبقى مالك من الملايكة والحاجة التانية قال تعالى فاذا فرقته فانصب اول ما تخلص طاعة ادخل في الطاعة اللي بعدها اوعد سيب الشيطان ينشك ما بين طاعة والتانية هنا مشكلة يا شيء حازم وشبهة مثارة هذه الايام لسي عبر وسائل الاعلام اه احنا تعليم نعطي لامرينها ان الشيطان تصفت في رمضان اه اه حضير لعلك سمتنا ان شبهة ان الشياطين لا تصفت في رمضان ان بدليل ايه ده النبي قال بتصفت لا بدليل الواقع هذا تعرض ما بين الحديث ما بين السنة وبين الواقع اه ليه لان احنا بنعصر ربنا في رمضان ومن قال ان السبب الوحيد للمعصي والشيطان ده انت نفسك اشد من الشيطان قال رسول الله صلى الله واظ zob اعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان فقدم شر النفس على شر الشيطان فقدم النبي مين? قال ان النفسي مش اخطر من الشيطان عشان كده في رمضان كل واحد منه بيتكشف حقيقة نفسه ان ان الشيطان كان ممكن وسيسلك قبل كده في الصلاة قبل رمضان. طب انا الوقت في صلاة ما اشخاش عليه في رمضان. انت اللي وحش بقى. انت اللي وحش. انما هل احد ينكر ان رمضان فيه اعانة غير لا يمكن ان يوجد لا سبب. غير ان فعلا فيه شياطين وصفضت. فدي نقطة زي برضو يقول لك مسلا عزاب القبر. ايه عزاب القبر ده? عزاب القبر ده تعرض ما بين السنة وما بين العقل. انا لا بشوف حد بيتعذب ولا بشوف حاجة. وثمانته بتقوله عزاب. هو فيه عزاب من غير حساب. يا جماعة كيف نصدق ازا كلام? امال خطب الجمعة ان من واحنا اطفال بنسمحها الاحاديس الصحيحة اللي اسندها كالشمس في السماء عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان في ملكين بيسألونا في القبر من ربك وما دينك ومن نبيكمان. قال انه لا يوجد حساب في القبر. ثم اصل انت ما انت شايف وما انت السامع وانت كل حاجة ما انت شايفها مش موجودة. طب ما انا همسك الرموت وهطفي بالتكيف. انت يبقى مش كل حاجة عناك مش شايفها مش موجودة. طب ما انا هجيب الراديو وهشغله هيشتغل للوقت الشيخ الحصري. هو فين الحصري ده انت سامع وانت كنت سامع بلا. سبحان الله ممكن يا شيخنا اه في احد القادة التلفزيونية ومع احد هؤلاء الذين اعتمدون على العقل دائما في كل شيء. كان مناظرة بينه بين احد المشايخ. فشيخ قال له النفسي اعرف ليه الدين كل الناس بتتكلم فيه. انت الوقت لو انت كواحد عادي. اعادت خراءة كل البحوثات التي تتعلق مثلا بعمليات القلب المفتوح. هل تستطيع بعد ان تتقن خراءتها. انت تخش عملية قلب مفتوح. قال له لا. قال له لا الدين للناس كافة. ما هو يعني هذا من اه عدم تعظيم حرومات الله. وعدم تعظيم اه حدود الله سبحانه وتعالى. موضوع مشكلة. الموضوع ان الواحد مننا لما بيبقى تعبان بيدور على اكبر دكتور متخصص في الموضوع اللي هو تعبان فيه. في حين لما بيبقى عنده مشكلة في الدين يعني بيدورش على اعلم اهل الارض ما بيدورش على مثلا اكتر حد ممكن ينفق في كلامه. فطبعا محتاجين راجع نفسنا. احنا مع الزمين دينا وقدي ايه. احنا مصدقين ربنا قدي ايه. احنا ورا امر ربنا لحد فين. محتاجين راجع نفسنا. شيخنا الكريم خرجنا من رمضان بعد طاعة وصلاة وقيام وجهد كبير في الطاع الى الله عز وجل. كيف نستطيع ان يظهر علينا اثر هذه العبادة بعد رمضان. اثر عبادتنا بعد رمضان. ازاي ازاي نفوز باثر العبادة بعد رمضان. والله يعني سبحانه الله العظيم هو يعني زي ما بقول حراك كده. اه 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 قضية ان احنا نخرج بالثمرة. يعني قال تعالى كلا لا تطحوا اسجد ايه. يعني ايه اسجد واقترب. يعني المفروض مع كل سجدة انت بتقرب من ربنا. في ناس مننا بتنزل راس نزلت سجدة وطلعت رغم ان السجود ده قلب نزل وعاش وطلع غير ما نزل خالص. يبقى اذا ربنا وجهنا الى النظر الى ثمرة العبادة. يا جماعة احنا خرجنا من رمضان بايه. احنا ايه قلبك بعد رمضان هو قلبك قبل رمضان. ايه اللي تغير في نفسيتك. ايه اللي تغير في اهدافك. ايه اللي تغير في طموحاتك. ايه اللي تغير في رؤيتك في الحياة. ايه اللي تغير في وجهتك. ايه اللي تغير في عبادتك. ايه بلا حمص عبا كنت مجهزينها محور مهم جدا في الحلقة عبر بعد رمضان هو بصراحة رمضان يعني كل سنة الواحد يعني بيتقلم قلبه مع بعض العبر كده ومهما الواحد عرض هذه العبر على قلبه بيحس ان هي مؤلمة وفعلا يعني يا جماعة انقض رمضان وسينقض العمر كما انقض رمضان احنا عمرنا بينزف مننا زي واحد دمه بينزف نقطة نقطة عمرنا بينزف اخوانا يوم يوم وسنة سنة العمر هيخلص هيخلص الحاجة التانية رمضان بداية وليس نهاية اوه اي تتخيلي ان رمضان كان نهاية رمضان بداية لو فريق عمل معسكر يبقى معناه انه دخل بطولة بعدها مش معناه انه يروح ينام في بيته بعدها رمضان كان معسكر عشان ننزل نعمل بطولات بعدها رمضان بداية رمضان بداية لعلاقتنا بربنا رمضان تصحيح لمصرنا وتصحيح لخط سرنا في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى ماهوش جدار سد في نهاية الطريق وبعد كده بنرجع منه رمضان انت بتخرج منه صفحة بيضة اوعد شخبط فيها تانيش انت خارج من رمضان صفحة بيضة اوعد شخبط فيها تانيش يا جماعة يا ترى من المقبول فنهنيه ومن المخذول فنعزيه لو انت كنت أسرت في رمضان قدامك فرصة قوم من الوقتي ربنا هيقبالك هيقبالك وهيفتح لك يا باب رحمته رب رمضان هو رب بعد رمضان ومن كان يعبد رمضان فان رمضان قد فات ومن كان يعبد الله فان الله يتنزل كل ليلة وان الله يفتح خزائنه لمن يشاء في اي وقت وان الله يفتح ابواب السماء في اي لحظة لمن يشاء يبقى اللي فتح ابواب السماء في رمضان يقدر يفتحها بعده واللي فتح ابواب الجنة في رمضان يقدر يفتحها بعده يا اخوانا يعني اوعى تضيع حسنات رمضان بسوء الاخلاق بعد رمضان اوعى تضيع حسنات رمضان بقطع الراحم بعد رمضان لا يدخل الجنة تقاطع تجي تدخل الجنة بحسنات رمضان يتقالك ممنوع ليه ربنا يحفظنا يا رب لانك انت كنت قطع للراحم بتاعتك اللي اجتهت في رمضان خد بالك المؤمن اذا ارتاح غفل والنعيم لا يدرك بالنعيم والاجتهت في الطاقة ده معناها ان احنا جبنا خطوة صح لازم تكمل عشان تواصل عشان توصل لربنا سبحانه وتعالى من العبر الخطيرة بعد رمضان اوعى تهد اللي انت بانته اوعى تضيع اللي انت بنتيه اوعى تبقى عامل زي واحد كسب مليون جنيه وبعد كده جي واحد قال له اشغالهم لك وبعد كده طاره قال له الفلوس راح اتشاء عمره راح اوعى اللي انت تعبت فيه في رمضان تهده اوعى اللي انت بنتيه في رمضان تهديه لازم نكتهد بعد رمضان زي ما اكتهدنا في رمضان سبحان الله دكتور حازم ارضو ايضا الشباب في رمضان كان لهم محال في الدعوة الى الله عز وجل دايما كنا ننخرج للشوارع نلاقي الشباب بقافين على المقاهب ووزعوا رسائل ايمانية كتابات بياخدوا الشباب من المقاهب عشان يصلوا معهم من التهاجد الى غير ذلك من هذه الامور الجميلة لكن بعد رمضان فاتر حتى هذا الامر حالة دعوة الى الله عز وجل سبحان الله العظيم احنا شايفين الوقت العلمانيين على برامج تكشوه لا يكفوا من الكلام عن انكر وجود الله او استضافة ناس بينكر وجود الله الى استضافة ناس بينكر عذاب القبر الى استضافة ناس بينكر الصنة مؤخرا ربنا يحفظنا يا رب عايزين نشتغل في دعوة يا جماعة يا اخواننا الناس دي لم تتجرأ على ثوبة الدين الا لما احنا الاول شافونا متخذلين في امور ديننا فلما شافونا مستهنين تجرأوا على ثوبة الدعوة عشان كده يعني فضلوا منت الله احنا يعني عاملين خط واتس على الواتساب اسمه دين ديليفري الخط ده خط جمل جدا اه يعني بنوصل انا كنت عايز اسميه شيخ ديليفري يعني ان لو انت مجدش انا جايلك يعني معنا الخط كده احنا يا جماعة جايين لكم لحد عندكو هنزيلكوا لحد عندكو فضل الله مشترك فيه ناس في كل دول العالم اللهم ملاكا الحمد يعني بتوصل الصوت لكل بلاد العالم فضل الله والخط ده هو يعني اللي عايز يشترك فيه يبعد رسالة طلب اشتراك على رقم صفر عشرة اتنين تلاتين تلاتين مية رقم سهل جدا 10 اتنين تلاتين تلاتين مية ايوا يبعت رسالة عادية يبعت رسالة عادية على هذا الرقم ويقول دفوني 010-2-30-30-100 فبيوصلوا بقى الرسائل غالبا بسجل الرسالة بعد جلسة الضحيان 3-4 دقيقة كده تسكيره ايمانية متوصيات ايمانية بحيث ان احنا نفضل متواصلين مع بعض موقع طريق الله على النت ادخلي ادخل على المنتدى اشترك مع اخوانك ادخل في بيت ايمان انزلي في الدعوة الى الله يا جماعة نحن نحارب نحن يراد ان تستأصل جذور الدين من المجتمع لابد ان نقوم لديننا كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله ربنا صلحة تعالى بيقول واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها واتركوك قائمة المفسرون بيقولوا والله احد التابعين بيقول والله لو خرجوا جميعا من عند النبي وتركوه لاشتعل عليهم الوادي نارا بيقول كان ربنا يحرقهم في الدنيا قبل الاخرة لو كانوا سابوا النبي الوحد ويقوم للدين يا اخوانا ما ينفعش ان احنا نسيف دينا ونتنازل عندنا ونتخلى عندنا دي رسالة ودي قضية وعايزين نشيل دينا باذن الله وعايزين نكتعد في الدعوة الى الله يعني بعد رمضان نحن في تحدي عشر زي الحجة باذن الله سبحانه وتعالى بقى عليها كم يوم الوقتين عشر زي الحجة بقى عليها حوالي 40 يوم يعني عشر زي الحجة خلاص يعني يمكن اقالي من 40 يوم يمكن 35 يوم فعايزين نتجاهز وعايزين نستعد لو ما كنتش بدأت ختمة قرآن ابدأي لو كنت قطعت قيام الليل يلا رجعي لو كنت بطلت دعاء الى الله يلا قوم لو كنت قوم الوقت توضى وصلي ركعتين توبة واكتهد وابدأ من جديد لو كنت ضيعتي وتكبيرت الاحرام من اول الفرط الجاي ان شاء الله بإذن الله الصلاة على اول وقتها عايزين نرجع تاني بقى جماعة عايزين نعمل رسالة لحياتنا تاني هنا علينا رمضان هنا علينا الجنة اللي ربنا دخلها لنا 30 يوم نخرج منها كده عادي سيدنا ادم فضل 500 سنة يبكي على الجنة لما خرج منها هل احنا هنخرج من جنة رمضان كده بدون ما نكافح عشان نرجع لجنة العبادة تاني في اخر نقطة ونوجهها الى الشباب في كل مكان بمناسبة الانترنت كثير من الشباب يدخل الان عبر المنتريات وصفحات فيسبوك حتى يرد على منكرين عذاب القبر حتى يرد على اولئك الذين يطعنونا في السنة في حينما يدخل في نقاشات معهم يتأثر لانه ليس صاحب علم رأسي يستطيع ان يواجه من خلاله مثل هذه الامور نصيح للشباب الذين يودون ان يقوموا مثل هذه الاشياء في شباب الحدوم والعيذ بالله الحدوا الشبهات خطافة عشان كده في خططيفة على الصراط لمن خطف قلبه بالشبهات طب الحل ايه ما تسمعهمش الدعاء يسمعوا ويردوا انما انت بتسمعهمش حبيب قلبي حتى اذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعوهم اول حاجة هتشهد عليك يوم الاما ودنك ليه وقالوا لو كنا نسمع يريد ان اسمعت اهل الدين بدل ما اسمع اهل الشبهات يبقى يبقى خدوا بالكوا يا اخوانا من يعني هؤلاء القوم ومن شبهاتهم هؤلاء يريدون ان يحطموا ثوبة الدين ان شاء الله لن ينتصروا على الله لن ينتصروا على الله وربنا يبتعثنا كده وربنا يستعملنا ان شاء الله لنصرة دينه ولنصرة السنة بإذن الله ايضا شهاب زعلان من دور الدعاء في عدم الرد على امثال هؤلاء الطاعنين في السنة وبعض الدعاء متبني فكرة ان اللي بيعملوه ده الهاء للناس عن مجريات الاحداث في البلاد لا ابدا ابدا ما يفعله ما يحدث على برامج التوكشو ليس الهاء وليس فقط تخطيط يعني من اجل الهاء الناس عن ما يحدث في البلاد ابدا يا جماعة الكلام ده اخوانا غلط يا اخوانا دي حرب منظمة على سوابة الاسلام مسكوا الاول استضافة منكر وجود الله وتعمل المزيع ان هي لا انا مش موافقة كما انت بتقوله انت جاي بتسمم الشباب وتقوله انا مش موافقة وبعد كده بدأوا استضافوا منكر عظيم القبر وبعد كده مؤخرا بدأوا استضافوا منكر السنة لا يا اخوانا هذه حرب يا اخوانا كثير من الناس الان مهزوز عقائديا وانا بناشد اخواني من الدعاء وانا اول من بناشد نفسي يعني ان احنا نقوم لله كونوا قوامين لله كونوا قوامين لله اوعى النبي لما بيع الانصار شرط عليهم قال لهم وعلى ان تقوموا لله لا تخافونا في الله لو ما تلاقب يعني انقوم لله يعني منسيبش الناس دي تطعن في دينا وتدبح في ايمان الشباب واحنا سكتين اخوانا يجب ان نرد مقاطع فيسبوك على جميع وسائل الحرب التكنولوجية على الفضائيات في الجوامع في خطب الجمعة احنا لا همنا مين اللي قال الشبهة ولا همنا ان احنا نصطدم احنا همنا ان احنا ننقص دين الناس وانصحح للناس عقدتها ويعني ونعيد الثقة للناس في القرآن والسنة مرة اخرى وفي طريق الالتزام وفي العلاقة بالله وفي الشريعة الاسلامية وفي ثوابة هذا الدين دي معركة يعني نحن بيننا وبين العلمانيين في مصر حروب استرداد نحن بيننا وبين العلمانيين في مصر حروب استرداد الناس دي دحكت على عقول الناس والله انا قلبي بيتدبح لما بفتكر كلمة ابو بكر الصديق اينقص الدين وانا حيش اقول يا رب باي وش هحط وش في وش الصحابة يوم القامة وقول نفسها بقى معهم في الجنة احنا كمان ينقص الدين ونحن واحيا ازاي قدامنا فرصة ان احنا نقول لربنا ان احنا رجال احنا كمان يا رب هنزحم اصحاب النبي على الحوض زي ابو مسلم الخوالاني لما قال يا رب يا رب مش هم خلفوا وراءهم رجالا عارف ابو بكر قال اينقص الدين وانا حيش انت مش بس في حروب الردة ده قالها لما شاف مرة واحد خارج من الجامع برجليه اليمين مش بالسنة برجليه الشمال يعني اصغر سنة هنقاتل عشانها وهنحارب عشانها وهنبذل اعمارها عشانها وهذا عهد بيننا وبين الله وهذا عهد بيننا وبين ملك الملك سبحانه وتعالى اننا سنور الله من انفسنا خيرا ولن نفرط في ديننا ولا يمكن هنموت والارض زي ما تولدنا وهي عليه لا يمكن بازن الله هنموت الاو احنا كفحنا وجاهدنا من اجل عاودة الهداية الارض دي رسالة نتعاهد عليها ونتعاقد عليها يا جماعة في نهاية الحلقة بإذن الله انا اكيد انا حارب ان احنا نبقى لهم صحيا لأ نكافح ده بعدها نجاهد ده هنجاهد في الدعوة الى الله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به اي بالقرآن جهادا كبيرا اقصد جهاد الدعوة جهاد وطبعا ان شاء الله يعني ربنا يفتح لنا في باب الجهاد في سبيل الله ولكن الان نحن نحتاج جهاد الدعوة الى الله جهاد وصل الصف جهاد الاخوة مع بعض ان نقاتل من اجل بعض نور الله من انفسنا خيرا في وصل الصف في تربية الاخوة في دعوة الشباب الاتائه في كل باب من ابواب الخير مرة اخرى للأسف الشديد انا حزين والله يا جماعة العلمانين شغالين يا جماعة كنت بتكلم مع اخي دكتور محمد علم برح في مكلمة فانا مقهور فبقول له اللي بيحصل ده ليه قال للناس دي شغالة جدا الناس دي بتموت نفسها في الشغل انه ما احنا للأسف الشديد للأسف الشديد تزعلش مني ما انت خين جزاكم الله خيرا نورتنا وشرفتنا مشاهدين دايما بيسألوا عنك دكتور حيازم مشاهدين قاتل رحمة لهم حق عليك فانا عزين وعد مشاهدين حضاك تنورنا وشرفتنا تاني ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله ربنا يحفظهم ويبرك فيهم يا رب ويستعمل من المنصورة وغدى مننا جهد كبير بس برضو مشاهدين برضو اليوم دور وليوم حق عليك ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله بإذن الله يعني نرجع بقى بس يعني بشكل جديد خلص ان شاء الله جزاكم الله خيرا نورتنا وشرفتنا مشاهدين الكرام من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة أخرى لكم تحياتي وعمر الحنبلي وسلام الله عليكم ورحمته